أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تسعى لوصول الدعم إلى مستحقي مشيرا إلى دعم البطاقات التموينية 36 مليار جنيه وأوضح أن سعر أبوبة البتجاز أصبحت 200 جنيه على الدولة وكل ما تم زيادته على المواطن هو 10 جنيهات فقط لتكون للمواطن بـ 75 جنيه مما يعني زيادة دعم البتجاز هذا العام التموين فاتورة التموين موجودة والدعم التموين 36 مليار جنيه البتجاز أبوبة البتجاز برضو عشان لحضراتكم الأرقام مصر بتستهلك سنويا 280 مليون أبوبة بتجاز 280 مليون أبوبة بتجاز التكلفة الفعلية للأنبوبة على الدولة 200 جنيه نحن بنبعها بـ 75 لما نشوف الفرق 125 جنيه دول 35 مليار جنيه أخرى